أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود إرادة سياسية قوية لاستكمال التعاون والعمل مع الجانب القبرصي وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي كونستانيوس كومبوس بالقاهرة أشار وزير الخارجية إلى توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المصرية بقبرص مضيفا أنها تعكس التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوفيق ولنا رؤية مشتركة إذا تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وأيضا إذا قضايا الإقليمية التي نتعامل معها من خلال التنسيق والرؤية المشتركة التي تجمعنا وقعنا منذ قليل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية في قبرص مجال مهم يفتح ويؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وأيضا التكامل القائم فيما بينهما بحيث نستطيع العمالة المصرية أن تعمل في المجالات التي وفقا للأولويات الخبرصية لدعم الاقتصاد الخبرصي وبالتأكيد له عوائد أيضا اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر ترجمة نانسي قنقر